بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم على رمز يمكن من الرموز اللي بتدل على يمكن اكبر رموز يبدل على استجابة دعوة. كمان من الرموز اللي بتدل على فتح باب رزق على مكاسب هيحققها ان رؤية. برضو من الرموز اللي بتدل على الزواج اه او كمان اه لو الرمز ده شاه ورجل فمن الرموز اللي بتدل على زواجه من فتاة بكر او من فتاة اه عزراء. كمان من الرموز اللي بتدل على عودة المطلقة مرة تانية اه لي اه زوجها او لطلقة. اه برضو من الرموز اللي ممكن تدل على اه رجوع الامرائي اه لعمل قديم هو كان اه بيعمل اه فيه. اه برضو من الرموز اللي بتدل على تجاوز صحابة على تجاوز عقباتة على تجاوز محن. اه على فترة جديدة هتكون فيها اه امل فيها سعادة فيها مودة فيها استقرار فيها خير. اه فيها اه زوال الهموم اه بشكل عام. كمان من الرموز اللي اه بتدل برضو على اه اه على مكاسب مالية هي حققها الرأي وعلى تحسين اه في اوضاعه المادية. اه كمان من الرموز اللي ممكن اه تدل كمان تكون بشارة بتحقيق اه امنية او بتحقيق اه او باستجابة دعوة. الرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة هو اه رؤية اه فتح الباب. رؤية اما يشوف الرأي ان هو بيفتح الباب اه في اللمنام. اولا فتح الباب من الرموز اللي بيضل على فتح ابواب اه خير وابواب رزق وابواب اه مكاسب وارباح. اه لو كان هو بيسعى لعمل فبصر ليه بالعمل. كمان من الرموز اللي بيضل على التحسين في اه الحالة الاقتصادية او الحالة المادية للرأي. برضو من الرموز الباب من الرموز اللي بتدل على زوجة الصلحة. اه 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 سواء كان متزوج فمن الرموز اللي بتدل على صلاح زوجته اه او ان هو غير متزوج فبشارة اه بان هو هيتزوج من زوجة صلحة. كمان فتح الباب الجديد خالص من الرموز برضو اللي بتدل على اه زواج الرجل من اه فتاة عسباء او من فتاة اه بكر. اه كمان من الرموز اللي بتدل على تخطي فترة صعبة او تخطي عقبات كان بواجهها ادرائي اما يشوف ان هو فتح الباب من غير مفتاح او يشوف ان هو فتح الباب لشخص معين والشخص ده دخل فمعنى كده من الرموز برضو اللي بتدل على تجاوز عقبات وده جاوز مهن وبشارة ليه بفترة هتكون مليانة خير ومليانة سعادة ومليانة ود ومليانة ارباح وزوال للهموم كمان الفتاة العزبية ما شوف انها بتفتح الباب فدي بشارة بتحسين في اوضاعها تحسين في معاشتها بشارة ليها برفاهية كمان بشارة ليها بانتقالها لحياة جديدة او انتقالها الوضع جديد كمان من الرموز اللي بتدل على زواجها خصصا ما شوف انها بتفتح الباب فمن الرموز اللي بتدل على الزواج والزواج من شخص صالح كمان من الرمز اللي بتدلها على استجابة دعوة كمان لو كان عندها مشاكل أو عندها صعوب أو عندها عقبات أو هموم وشافت إنها بتفتح الباب فبشارة لها بزوال كل المصاعب دي كمان بشارة لها بالنجاح في حياتها بشكل عام وتحسين في وضعها المادي أو في حالتها الاقتصادية كمان نجاحها في مجال العمل بتاحها المرأة المتزوجة برضو لما تشوف إن هي بتفتح الباب فده استقرار في حياتها سواء استقرار في حياتها العاطفية أو استقرار في حياتها المادية لما تشوف إن هي بتفتح الباب والباب جديد وباب قوي فمن الرموز اللي بتقولها على أمان هتحس بيه على استقرار هتحس بيه وعلى قدرتها في إن هي تتحمل مسؤولية او كترتها في ان هي تتخطى صعوب او تتخطى محل كمان لو كانت لو شافت ان هي بتفتح الباب بقى عكس كده يعني باب ضعيف باب قديم في الاسف بتدل على عدم كترتها على ان هي تواجه مشاكل او تواجه ظروف شوية صعبة ممكن تدل على يعني شوية خلافات او شوية تعب ممكن تقابلها المرأة الحامل المرأة الحامل لما تشوف ان هي بتفتح الباب فبرده من الرموز اللي بتدل على ولادة سهلة وكمان من الرموز اللي بتدل على ولادة زكر والله اعلى واعلم كمان لما تشوف الباب قوي والباب جديد والباب متين كل ده بتدل على احساسها بالامان واحساسها بالسند واحساسها بالحماية كمان الباب الضعيف للمرأة الحامل للأسف بتدل على التعب وعلى طعف وعلى ألام وعلى أزمة صحية ممكن تمر بيها خلال فترة الحامل كمان فتح الأبواب من اللموز برضو لو شاف الرأي زواء كان رجل أو امرأة لو شاف أنه بيفتح باب جديد أو باب مصنوع من الخشب الباب المصنوع من الخشب بيدل على قدرته على مواجهة ظروف صعبة ظروف كانت شوية يعني مؤزية للرأي كمان فتح الباب للمرأة بشكل عام ده خبر سعيد هي هتسمعوا سواء كانت فتاة عزباء فممكن يكون الخبر خاص بالزواج أو خاص بالعمل لو مرأة مطلقة فعودتها مرة تانية لطلقها كمان لما تشوف المرأة أن هي بتفتح باب باب قديم بس مش باب قديم قصر لا باب يعني باب باب قديم قبل كده مثلا أو كان شافته في بيت قديم عندها قبل كده فبشارة برضو بعودتها مرة تانية لطلقها كمان لما تشوف أنها بتفتح باب طلقها باب البيت بتاعة طلقها فبرضو عودتها مرة تانية للطلق كمان فتح الباب من الرموز اللي بتطلع على ربح وعلى مكاسب مالية وعلى خبر ونبأ كبير ومفرح وصار وعظيم هيسمعوا الرأي كمان فتح الأبواب من الرموز برضو اللي بتطلع على فرج ومن الرموز اللي بتطلع على حل مشاكل كمان من الرموز اللي بتدل على زوايا الهم وعلى فرحة وعلى سعادة هيسمحها الرأي ده كده باختصار رؤية فتح الأبواب بتمنى أن يكون الفيديو عكبكم لو في أي استفسار أو سؤال اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هردت عليكم بشكركوا جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة